وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيَّ عَشَ وَنَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْمُ وَأَقَرَتُمُوا هُمْ وَأَقَرَتُمُ اللَّهَا قَرْضًا حَسَنًا وَأَقَرَتُمُ اللَّهَا قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرًا عَنْكُمْ سَيْئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ ذَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ هَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ